السلام عليكم حبيبتي حبيبتي ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير سحر رمضانكم وكل عام وانتم بخير وحلو وان شاء الله يا ربي رمضان متاعكم تفوتوا وحلو كما هذا الوصة اللي سيقدمها معكم اليوم هذا العام انا عيت مانجبتش وكتصيف مانديش شبه السفرق ويلوق ايوه خمم طارقة ودخولها انا لدي ليبابا ولكن ليبابا باللوز نفس الطريقة تشبه السفرق هي الطريقة تختلف لا تشبه عن قارع ومنا ونقلي ونعود ايوه ضربة ضربة هنا جبت معي ليمون ومالبلاد جبت ادهمتهم فارينة وهنا لنضع السفرق هنا عندي غرفية تعلوز لوز مرحي يعني انا فارينة تعلوز شريتها نفس الكيلة بها كوش هنا عندي نصف شابليو ونصف لوز وعندي كيلة بيض هنا قطعت لها بحبات نفس الكيلة بها وعندي نصف كيلة تصوكو بس كوش نديرهم في طاجيل حلو عندي لفاني عندي فرفارة عندي الزيس تعلين وعندي نفس الكيلة وعندي زبدة زبدة يعني ليس ملحة هناك ملحة هنا لدي زبدة ملحة وعندي قرصات ملحة لدي زيت ملحة وعندي بطلت الزبدة في بلاستها نقدموا لخلطوا كل شي خلط خلط وندخلوا للفور ورحة ثانا نحن نضع البيضة نضع السكر نضع نضع السكر نضع هناك ملحة وعندي بطلت الزبدة هناك ملحة نضع الزيس تعلين نضع نصف مغرفة نضع كل شي ونضع الزبدة نفس الكيلة يحسن أنه خلطت ولكن قمت بتغربة أكثر ونضع المرحة لديها لديه 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 مع النصف نصف لديه أضع نصف مغرفة لا أستطيع أن يكثر نصف كما هذه لا أستطيع أن أضع المغرفة ونقوم باستطيع أخفيف البناء كما هكذا سوف ندير عرض المص يعني لا نعمر هذا اليمون ولكن سوف تنفر و الفرن سوف نشعلته هنا نبدأ بطفيل سوف نضيف تنفر و خلط و الخلط سوف نضيف و سوف نضيف و نضيف فقط و نضيف ثم نضيف فقط و نضيف سوف نضيف و نضيف و نضيف و نضيف و نضيف سوف ندخلهم جيداً هم جبتهم دخلتهم جيداً كما حق خرجنا جيداً سوف ندخلهم جيداً أصبح أباً وعنى أبنان يأتي لهم خفاف يأتي لهم خفاف تفتت برخاف من المول هذا أبنان انا أعطيتهم بردهم وعن يريد أن تخسروا يجب أن تضيفهم يجب ان يكون أفضل ويجب أن يكون أفضل يجب أن أفضل خفاف ويلة أفضل ترى هذا هنا لا يمكن أن نبسطهم ونديرهم اما هذا سايستهم قد نقللها بالخدمين فوت سايستهم وقلحتهم هكا ترى كيفية جوغاليين شابين هذو سيسقيهم بالطجير الحلو هكا فإذا كنتم ترى وصوركم إن شاء الله نصوركم فاطل الأول إن شاء الله ترى رمضان وترى كيفية جاءوا مع طجير حلو خفاف خفاف لسان سياسة سنقلع واحدة برك وحدة تكفي لا يمكنكم أن نأكلوا كثيرا ونحن ندخلهم بالفريق في قابصة شاهدوا هذا السيليكون كيفية جاءوا الشابين جاءوا خفاف ثانية لسانسية هذو كما نقولون نضع زوج في التبسط على البرقوق هذا زوج حبات أما هذو غير حبات برك والبنة يعني ذقت من هذو جاءوا روعة خفاف ابنان فيهم بنات علوز لكستخي تعليم لكي نحكي لكم أحسن ونقلوا ونعودوا في شباح الصفرة اذا لم تستطعوا لي لايك شجعوا القناة وانتظروني في فيديو جاء ان شاء الله وصحر مباركم وكل عام وانتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة